العملية التاسعة صفحة 36 في 19-1 تم سداد جزء من الرصيد المستحق لشركة شمسان حيث تم سداد مبلغ 30 ألف ريال بشيك والمطلوب تحليل العملية إلى طرفيها المدين والدائن ثم إثبات هذه العملية في دفتر اليومي لإجراء هذا التحليل يجب أن نتذكر أن شركة شمسان هذه كانت أحد الدائنين وعند سداد مبلغ له من المستحق له يحدث نقص لهذا العنصر وهو الدائنون وحيث أن الدائنون خصم وحيث أن طبيعة الخصوم أنها دائنة وحدثت بها تخفيض أو نقص يكون ذلك بعكس طبيعة الحساب إذن يصبح الدائنون في هذه العملية في الطرف المدين هذا هو الطرف المدين لدينا في الطرف الآخر كلمة شيك تعني أن هذا المبلغ صحب أو دفع من البنك حدث نقص بالبنك والبنك أصل وطبيعة الأصل أنه مدين وحدث به نقص أو تخفيض يكون ذلك بعكس الحساب فيصبح دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو حساب البنك نعيد ذلك ونقول أنه حدث نقص في الدائنون بمبلغ 30 ألف وعند نقص الدائنون فإنها مثلها مثل الخصوم تكون مدينة إذن الحساب أو الطرف المدين هو حساب الدائنون شركة شمسان لدينا في الجانب الآخر نقص في البنك نتيجة عملية السداد وحيث أنه أصل وعند نقصه يعكس ويكون دائن إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو حساب البنك لإثبات ذلك في دفتر اليومية نقوم بإعداد دفتر اليومية الذي يتكون من أربع أعمدة المدين والدائن والبيان والتاريخ في السطر الأول نكتب الطرف المدين وهو حساب الدائنون شركة شمسان ونكتب قبلا منه كلمة من بما يعني أنه في الطرف المدين ثم نكتب في نفس السطر المبلغ وهو 30 ألف ريال نترك سنتي في السطر التالي ثم نكتب الحساب الدائن وهو إلى حساب البنك وكلمة إلى تعني أنه دائن نكتب المبلغ في العمود الدائن وهو مبلغ 30 ألف نشرح العملية ونقول سداد جزء من المستحق لشركة شمسان وهذا يمثل شرح للقيد ثم نكتب التاريخ يوم 19 واحد ونأخذ خط لنفصل العملية عن العمليات التالية لها ترجمة نانسي قنقر